بحث وزير الخارجية سامح شكري مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوربي قضايا المناخ في ضوء الرئاسة المصرية القادمة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإيطارية لتغير المناخ كما التقى شكري مع رئيس البنك الأوربية للاستثمار فارنر هايرا وذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك وما تمثله مصر بكونها الشريك الأكبر للبنك خارج أوروبا وأكد وزير الخارجية أهمية مواصلة تعزيز التعاون بين مصر والبنك الأوروبي للاستثمار كما أشدد شكري على الأولوية المشتركة لمصر والبنك في تركيز على مشروعات التاقة والتحول الأخضر لا سيما في ظل الجهود المصرية لتحول إلى مركز إقليمي للتاقة